اكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء سعادة الدكتور خليفة البرواني على أن المكتب الوطني للتنافسية يولي اهتماما كبيرا بتسهيل بيئة الأعمال بالسلطنة لكونها العنصر الأهم في تقرير التنافسية العالمية مشيرا إلى أن مركز السلطنة في تقرير التنافسية العالمية يعكس واقع وحقيقة البيئة الاستثمارية للسلطنة وأضاف البرواني في تصريح للشبيب أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل مع الجهات المعنية على معالجة نقاط الضعف التي تعاني منها البيئة الاستثمارية في السلطنة والعمل من خلال المبارسة العملية وليس من خلال المستندات والأوراق فقط مبينا أن هدف الجهود المبذولة هو جعل السلطنة بيئة جادبة للاستثمار وتحسين مركزها في مؤشر التنافسية العالمية وبين البرواني أن هناك بعض الإجراءات المعمول بها أصبحت غير ضرورية ويمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأخرى أكثر سهولة وهذا ما يعمل عليه المكتب الوطني للتنافسية مع الجهات المختصة بالإضافة إلى إجراءات أخرى جار العمل على تبسيطها وأكد البرواني أن القفزة التي عملتها السلطنة بارتفاعها 14 مركزاً كانت نتيجة لتغييرات حقيقية على بيئة الأعمال مضيفاً أنه ما زالت هناك إمكانية أكبر للتقدم إذا ما تم الأخذ بمرئيات المكتب الوطني للتنافسية